بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب اللقطة واللقيق فصل في اللقطة اللقطة مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس وهي على ثلاثة أضرب أحدها ما تقل قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف وكذلك ما تركه الناس رغبة عنه كالكراس المكسورة وبعض الأواني والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والثور الكبير والحصان يحرم التقاطها إلا إذا غلب على الظن أن صاحبها لا يجدها فلا تملك بالالتقاط مطلقا والثالث ما سوى ذلك وهو ما تزيد قيمته عند غالب الناس من مال وحيوان لا يمتنع من صغار السباع فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة فإن خشي أن تزيد النفقة على قيمة الحيوان فإنه يضبط صفاته ثم يبيعه ويحفظ ثمنه لصاحبه وعن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه هل الأفضل أخذ اللقطة السلامة أو لا فيتركها إلا إذا غلب على ظنه القوة والقدرة على التعريف ما حكم لقطة مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل ساقطتها إلا لمنشد متفق عليه أي يريد أن يعرفها مدى الدهر وإلا دفعها للحاكم فصل في اللقيط اللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أي لا يريده أهله وليس بضال عن أهله والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين اشتركوا في القناة